امبارح كانت ليلى بيضاء بامتياز وقطار الزمالك لم يتوقف عند بيرامدس لسه عنده محطة جاية يوم الجمعة في الجونة امبارح كان نقدر نقول ان النتيجة خلصت بتلاتة صفر في مباراة جمعت الفرقتين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التمانية وعشرين من عمر مسابقة الدوري كده الزمالك بيزود فرصه بشكل كبير عشان يتوج بلقب الدوري للموسم التاني على التوالي معانا الاستاذ محمد جبالي الناقد الرياضي صباح الخير على حضرتك صباح الخير يا استاذ محمد صباح الخير يا حمد مباراة مبارح كانت بيضاء بامتياز اه طبعا كانت مباراة تعتبر بالنسبة للناد الزمالك كانت مفصلية وبالنسبة للبرامدس كانت مباراة تلأمل بالنسبة ان هو ينافس لاخر لحظة ولكن كانت خرجت المباراة بشكل عام تليق بقيمة الفرقين وبالنجوم الموجودين تفوق في النهاية فيريرا ولعوب الزمالك لأن الحافز للفوز كان عندهم أكبر والهدف المبكر لجيه لأحمد سيد زيزو من ضرب الجزاء فرق كتير جدا في مجريات سير المقرأة أستاذ محمد هل كده الزمالك حسم الدوري حتى لو ما كانش بالنقط وعلى الورق حسمه بالروح يعني لو كمل بالروح دي اللي شغال بيقاله فترة خلاص هو كده أخذ الدوري رقميا الزمالك لسه طبعا ما حسمش الدوري رقميا لسه بيقاله ست مباريات ولكن كل الشواهد تؤكد أن الزمالك مر بمنعطفات صعبة جدا وعدة أبيها ويكفي أن نادى الزمالك خلال الموسم اللي فات أو من سنة وشهرين أو سنة وثلاث شهور منذ فترة إقاف القيد خرج منه 17 لاعب أخيرهم أشرف بن شرقي وده لما بيمر على أي فريق في العالم ممكن يتأثر لم يتأثر الزمالك آخر مباراتين ليه كان فيوتشر وبرامدز كانوا بالنسبة له محطتين مهمين جدا بقيله ست مباريات ست مباريات بـ 18 بند فيش حاجة مضمونة ولكن أصبح الزمالك هو الأقرب بنسبة كبيرة جدا للاحتفاظ بلقب الدوري للعام التاني على التوالي وتكرار إنجاز فريرا عام 2015 لما جمع بين الكاس والدوري مع بعض وفريرا بيثبت كل يوم أنه هو مدرب قدير وأثبت بالفعل بأن مقولة المدرب لما يرجع الولاية التانية زي كبرال، زي هنر ميشيل، زي حسام حسن، زي ميدو هو كسر القعدة، الولاية التانية بالنسبة له أصبحت أفضل من الولاية الأولى لأن أغلب مدربة زمالك اللي رجعوا في الولاية التانية فشلوا ولكن فريرا أثبت العكس خلينا نقسم كده ونشوف اللي حصل مبارح فريرا تاكيس كل واحد مبارح كان له وجهة نظر واحد قتل اللعب من البداية موت المباراة لصالحه مش موتها يعني إحنا كنا شايفين لعب وشايفين هجوم وشايفين حاجات رايحة جاية وكان حاجة ما فيش بعد كده لكن إحنا بنتكلم إنها اتحسمت من بدري أو ضربة الجزاء الأولانية دي فرقت قدت اللعيبة ثقة إن إحنا مسيطارين وإحنا قادرين والأرض بتلعب معنا فريرا مدرب مميز جدا إدارته لمباراتين في يوتشر وبيرامدز الأخيرتين وتغييراته في الشوت الثاني وطريقة اللعب تفوق على علي ماهر وتكيس مدرب بيرامدز هو لو تلاحظوا إن المباراة كان بيرامدز هو الأكثر سيطرة وأكثر استحوازا ولكن النتيجة في النهاية أصبحت فوز للزمالك فريرا مدرب واقعي جدا بالأماشة اللي موجودة معها بمجموعة اللعبين البودلاء والناشئين نجح في إنه هو يغير خطة المباراة في أكثر من مرة وخصوصا في الشوت الثاني وده ظهر بشكل كبير جدا في مباراة في يوتشر آخر تلت ساعة لعب بتلت خطط متوفقة مع التغييرات للفرق الثانية الشوت الثاني في مباراة بيرامدز أيضا اعتمد على غلق منطقة المساحات لأنه هو هنا بيعتمد في خطته على المنافس المنافس بيرامدز يضم نجوم كبار يضم مواهب كبيرة يضم عبدالله الصعيد رمضان صبحي هنقعد نقول في نجوم النجوم دي مش محتاجة مساحات هو ما مرضيش ديها مساحات ولذلك تفوق على تكيس بشكل كبير جدا وخصوصا في إدارة الشوت الثاني لما فأسب لهم المساحات في نص ملعبهم وبدأ يلعب في نص ملعبه معتمدا على الهجمات المرتدة واللي أصفرت في النجوم مع أنها كانت شديدة الخطور شديدة الخطورة ومركزة بالإضافة إلى الروح المعنوية والحافز المعنوي اللعيب الزمالي سعيدهم جدا في أن حتى الهجمات تبقى مركزة يعني إحنا شفنا مثلا هدف شيكبالا في الوقت بدلت ضايع بشكل مميز للغاية زي ما بيقولوا كده زي ما بيقولوا في الكتاب ده هدف مكرر والناس كلها عارفة أنه سيعملها كده هدف بتوقيع شيكبالا بالضبط توقيع شيكبالا فهو التفوق التفوق واضح لفيريرا فيريرا حتى اتعاقد مع الزمالك يوم 4 مارس الماضي يعني بقى له يومين يبقى ليه خمس شهور 150 يوم لعب مع الفرقة لقاد الفرقة 24 مباراة منهم 18 مباراة في الدوري فاز في 14 مباراة آخر 8 مباريات فوز مستمر نجح في إعادة الروح المعنوية وقعاد اكتشاف من جديد محمد عواد المباراة الخمسة على التوالك لينشير قعاد اكتشاف مجموعة من الناشئين أنا بتكلم ليه في فيريرا لأن فيريرا أصبح حالة الحالة دي تنعكس إيجابا على الكرة المصرية ولكن تكيس في إدارته لمباراة الأمس اعتمد بشكل كبير جدا على أسماء النجوم ولم يذاكر الزمالك بشكل مميز طيب إيه اللي حصله برضو يعني أول ربع ساعة بعد الهدف مباشرة كان بيقادي أداء كويس قوي وكان ماسك كورة وصل أكتا من مرة لمر معواد لكن طبعا ما سجلتش أهداف إيه اللي حصل يعني هيدوب كان ربع ساعة بس آه كان فيه سيطرة ولو حضرتك تكلم عن الدوافع ففيريرا ميز هو الآخر كان عنده دوافع ده تاني دوري يعني اقترب يعني لو فاز على الزمالك خلاص هتصدر الدوري فوارد أنه يحصل بطولة في ناية بالضبط هو هو الزمالك لو فاز على الزمالك مبارح كان هيبقى فارق بونت وكان هيبقى فيه فيه منافسة كبيرة جدا الفرق اللي حصل إيه الفرق اللي حصل لو نلاحظ أول ربع ساعة بيرامدز كان ضغط بشكل كبير جدا وضعت منه فرص كبيرة جدا أنا من وجهة نظري بلغة الكرة لعبة بيرامدز كانت بتلعب بالشوكة والسكينة بمعنى إيه بمعنى أنه فيه أكتر من هاجمة جوة 18 بيباصوا الشوكة والسكينة لعبة نجوم غير لعبة الزمالك لعبة الزمالك بتخلص شفنا نمار في وصداف الديني الجزيري أنه أنت بتلعب لعبة بلغة الكرة كده لعبة فيه إنتاج لعبة مفهوشة استعراض فيه أكتر من كرة البرامدز لو كانت جات في الشوط الأول كانت غيرت مجرى المباراة ولكن في النهاية كرة القدم في النهاية عادلة تعطي لمن يعطيها أكثر ولا تعتمد على أسماء النجوم عشان كده بنقول أن إدارة المباراة في مثل هذه المباراة القمة بتعتمد بشكل كبير جدا على تهيئة اللاعبين نفسيا قبل المباراة وعلى إدارة المدير الفني لدراسة المنافس طبعا ودراسة المنافس عشان كده لما تلاحظ تقييم أي مدرب تقييم أي مدرب بيعتمد بشكل كبير جدا على أنت بتغير الدنيا كما في الشرط الثاني حسب مجرىات الأمور في نفس الوقت المدربين المميزين اللي هما ليهم فكر بيعتمد بشكل كبير جدا على أنه يخلق فرص من السوابت من الكورنون من ضربات الحرة على منطقة الجزاء أعتقد من وجهة نظري أن تكيس بيتعامل مع النجوم اللي موجودة في نادي بيرامدز بالأسماء بالأسماء عشان كده يمكن مثلا عبدالله الصعيد كان من أفضل نجوم المباراة ولكن هناك نجوم آخرين أسماء ملمعة لم يؤدوا بشكل كبير جدا ولم يستطع إخراجهم لتعديل النتيجة أو لمحاولة تعديل النتيجة عشان كده الكرة تعطي لمن يعطيها في النهاية فيه شغل حاصل مع لعيبة الزمالك يعني بيلعبوا دلوقتي مباراكوا لتلات أيام اللعيبة المفروض أنها مرهقة ومع كده كان الأداء كويس جدا يمكن مباراة بارح تلات أيام كمان وحيقابل الجونة يعني العرض مستمر واللعب مستمر وده ما كانش السائد في الفترة اللي فاتت احنا شايفين فتنس عالي واللعيبة بتروح وبتيجي في الملعب ما شاء الله يعني وكده فاحنا شايفين أن فيه إعداد وفيه انتفرة في الخطة اللي محطوطة للفريق والله حضرتك يا أستاذة مننا بتكلمه في موضوع مهم جدا ويا ما تكلمنا فيه وحذرنا منه احنا في مصر بنلعب تلات مواسم حتى هذه اللحظة متتالية وحضرتك لو تلاحظ يا أستاذة مننا أن نادي الأهلي أصبح مستشفى بسبب تلاحهم المواسم ولكن نقطة الزمالك اللياقة البدنية الزمالك والأهلي تحديدا أن هم اتهرسوا في الثلاث سنين دول بلغة الكورة الزمالك هنا نرجع نقول أن المعد البدني والجهاز الطبي دولة الجنود المجهونين بمعنى إيه بمعنى أن الزمالك من المفترض أن يكون حالة الإجهاد عنده نفس حالة الإجهاد الموجودة في الأهلي ولكن لم نلاحظ ذلك لقل البدنية مستمرة 90 دقيقة ده بيأكد أو بيعكس الشغل اللي هو بيبقى موجود خارج الملعب يعني على سبيل المثال مثلا في النادي الأهلي بيتهموا حاليا خلال وسائل الإعلام على المعدل التدريبات الزيادة ولكن لعبة مجهدة من المشاركة في البطولات الأفريقية طبعا ثلاث مواسم متلحمة عشان كده احنا طالبنا وعلى فكرة احنا هنواجه هنواجه السنة الجاي هنواجه مشكلة كبيرة جدا أن الموسم ده هينتهي في 30 8 وبعد كده هيلحم موسم تاني عشان كده عضا مجلس تلاحظ الكورة بيطلبوا بأنه هما الدور اللي جاي لازم يكون فيه دور استثنائي لأن اللعبة دي في الأول والآخر بشر مش مكن البشر المكن بيتعب فما بالك من البشر وخصوصا اللعبة اللي بتلعب فيه بطولات أفريقيا الأهلي الزمالك بيرامدز الكلام ده وده بيأثر بشكل كبير جدا على مستوى منتخب مصر على ذكر ثلاث مواسم وعلى ذكر رقم ثلاثة أنا حاسة أن رقم ثلاثة وشو حلو على الزمالك إحنا دلوقتي يعني الكاس إحنا بنتكلم وعينه على الدوري وعينه على السوبر في الإمارات فأدي ثلاث بطولات زمالك عايز يجيب هاتريق دخل المباراة مع 63 نقطة بيلعب مباراة كل ثلاثة أيام ثلاثة 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 وشو حلو قوي على الزمالك ثلاثة ولسه في كاس تاني ولسه في أفريقيا فهو فاز بالثلاثة والأستاذ محمد كنا بنتكلم قبل الهوى أن الفوز بالثلاثة في بطولة الموسم للدوري ده أصبحت حاجة ملفتة للنظر وده بيأكد بشكل كبير جدا أن الزمالك أنا من وجهة نظري الشخصية يعني أن لو الزمالك حق بطولة الدوري هذا الموسم ده بمثابة إنجاز يشبه الإعجاز ليه؟ لأن الزمالك السنتين اللي فاتوا مر بظروف لم يمر بها أي نادي ثلاثة لجان مع مجلس إدارة مع إقاف قيد مع 17 لعيب خرجوا منك عدم الاستقرار في ظل هذه الظروف يؤكد أن ما هو خارج الملعب سواء إدارة أو جهاز فني أو غرفة ملابس تؤكد بملادع مجلس شك أن فيه شغل كبير جدا خارج الملعب وده اللي بيأدي في النهاية إلى وجود نتائج وأنا أعلم تفاصيل تؤكد أني ميستر فريرا من أول ما ميسك في الولاية الثانية ودي لازم نشيد بيها بتمسك أمير مرتضى بأنه هو يتعاقد معاه مثلما تمسك في السابق بالتعاقد مع أحمد زيزو وما كانش معروف هو ده حاليا أحسن لعب في مصر ميستر فريرا اعتمد بشكل كبير جدا على كلمة واحدة بس وهي سبب النجاح العدل داخل الفريق وده بيؤدي في النهاية إلى تحقيق النجاحات بشكل مستمر أستاذ محمد المنافسة في الدوري خلال الأسابيع اللي جاي هتكون عاملة إزاي؟ المنافسة في الدوري خلال الأسبوع اللي جاي قولا واحدا كله هيعتمد على أي تعصر للزمالك بمعنى بمعنى أن الزمالك دلوقتي بقي له ست مطشات برمز ست مطشات الأهل تمد مطشات لو الأهل فاز في المطشين المؤجلين حيبقى فارق عنه أربع نقاط الزمالك حاليا فارق على برمز بسبع نقاط فأنت الأهل هل بفرق خمسة بقى؟ الزمالك حيبقى فارق عن الأهل؟ خمسة لا حيبقى أربعة حيبقى أربع نقاط مش الفرق دلوقتي 11 الفرق دلوقتي الزمالك 66 59 56 حيبقى فارق أربعة خمسة وخمسة لأهل خمسة وخمسة خمسة وخمسة فأنت الأهل وبرمز عليهم هم الأول دلوقتي إنه يفوز في جميع المباراة بتاعته ومنتظرا تعصر الزمالك إذن بطولة الدوري هذا الموسم أصبحت بأقدام الفرق ولا بأقدام النادي الزمالك لعبة نادي الزمالك وبالنسبة للبرمز وللأهل بأقدام الأندية الأخرى بشرط إنه تفوز في جميع المباراة وبشرط إنه تتعصر الزمالك يتعصر تصدر الزمالك بيلعب على الفوز خلال المباراة اللي جاية أما بالنسبة للبرمز والأهل فبيلعبوا على الفوز وتعصر الزمالك الست مطشات اللي بتوع الزمالك فيهم مطشات صعبة هتلاعب الجونا هتلاعب الاتحاد هتلاعب المصري هتلاعب إسترن اللي طالع دلوقتي هتلاعب المقاصة المشكلة في مباريات الزمالك اللي جاية هي الدفعة اللي خدها من المباراتين في يوتشر وبيراميدز والتوقيت الضغط يعني النهاردة فيه تمرين هيسفروا بكرة يوم الجمعة هيلعب في الجونا الضغط المباريات هو ده اللي هو هيبقى لكن أتوقع أصعبهم كانت بيراميدز بالنسبة للمباريات الزمالك المتبقية أصعبهم طبعا كانت بيراميدز وانت عندك محطة مهمة جدا اسمها محطة المصري هيلعب فرقه بعد الجونا فرقه فرقة بلغة الكورة فرقة رخمة تعبت بيراميدز وتعبت الأهلي ولكن في مقولة كده في لعيبة الكورة بيقولوها أو المدربين بيقولوها يقولك الفوز بيجيب فوز الفوز بيجيب فوز لأن كان كله منتظر الزمالك يتعثر فيه فيوتشار وبراميدز الزمالك مبارح لو كان تعثر كان يبقى قبلة الحياة للأهلي والبراميدز كان يبقى الدوري هو ما زال طبعا الدوري في الملعب ودي حاجة احنا شايفينها بقتميزة كمان عندنا أنه مش زي السنين اللي فاتت الدوري بيحسن من بدري جدا وبيبقى اللعب كله تحصيل حاصل أو بنتكلم في المركز التاني فكرة أن الدولي لدسة في الملعب وأن احنا بنتناقش والفرق بتنافس أعتقد دي تفرى برضو كويسة جدا أنا واحد من الناس أتمنى أن يعني الدوري السعودي مثلا السنة اللي فاتت الهبوط والصعود تحصن في المباراة الأخيرة ودي حاجة بتفيدي الكرة المصرية كنا زمان الزمالك يفرق بفرق كبير الأهلي يفرق بفرق كبير والفرق التانية بتبقى عبارة عن مفيش حافز أنه يلعب مفيش حافز أنه يؤدي ولكن صراع المنافسة في بطولة الدوري وصراع المنافسة على اللقب والمنافسة على الهبوط ده بيؤدي بنتائج إيجابية على المنتخب المصري في النهاية وده هو يعتبر الدوري يعني قوته ونتائجه بتنعكس على منتخب مصر طبعا طيب الأهلي لسه متبق ليه 8 مباريات 8 مطشات إيه أسهالهم من وجهة نظرك لا مفيش مباراة سهلة للأهلي لسبب لأن الأهلي مستوى خلال الفترة الأخيرة يعني الأهلي لما يتعثر قدام المقاولين في مباراة الأخيرة في ظل هي مشكلة هي أصعب مباراة بالنسبة للأهلي من وجهة نظر في 8 مباراة أنه هو يستعيد الأهلي من جديد يستعيد الأهلي من جديد يبتعد النادي الأهلي عن الضغوطات تبتعد لعبة الناد الأهلي عن السوشيال ميديا والتأثر بالسوشيال ميديا وأن يعاد الانضباط من جديد داخل غرفة خلق الملابس داخل الناد الأهلي مباراة المؤولين اللي فاتت كان فيه رسائل كتير جدا بتؤدى لمسؤولين الناد الأهلي هناك حالة من عدم التركيز هناك حالة من التوتر هناك حالة من التصرع لعبة الناد الأهلي ما فيش ثقة في إمكانياتها حاليا متأثرين جدا بالسوشال ميديا وده تعتبر أصعب مباراة للنادي الأهلي بغض النظر الأهلي مر بمعطفات كتير الجميل في الموضوع ده كله أنه الدوري مازال في الملعب وده حاجة مهمة جدا لسه المنافسة موجودة بين الفرق التلاتة طبعا المتصدرة بالنسبة للزمالك وابيرامد زوال أهلي طبعا مشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك